اجتمع الفريق اول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية والسيدة لخاند روما يوركاس وزير الامن الداخلية بحضور الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة وعضاء الوفد المرافق لمعالي الوزير وقد رحب وزير الامن الداخلي الامريكي بزيارة معالي وزير الداخلية الى الولايات المتحدة مؤكدا على دورها في تعزيز التعاون والتنسيق الامن بين الجانبين لفتان الى اهمية الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما في اطار تعزيز التعاون لتحقيق الاهداف الاستراتيجية والامنية المشتركة من جهته اكد معالي وزير الداخلية على العلاقات المتميزة التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة والحرص المتبادل على تطويرها بما يدعم مصالح البلدين مشيدا بمستوى التعاون المثمر وتبادل الخبرات في مجالات تعزيز الامن وانفاذ القانون وتحقيق العدالة الجنائية في ظل شراكة استراتيجية والحرص على العمل معا لمواجهة التحديات الامنية واستعرض معالي عدد من المشاريع والمبادرات التي تنفذها وزارة الداخلية منوها بأهمية العمل على حماية المستقبل والتوسع في مجالات الشراكة للحفاظ على شباب الوطن خصوصا في ظل التحديات الراهنة ومن بينها تطور التقنيات الحديثة وخطورة بعض الألعاب الإلكترونية وأشهد معالي وزير الداخلية بدعم الولايات المتحدة فيما يتعلق بانضمام مملكة البحرين إلى برنامج الدخول العالمي بعد تفعيل اتفاقية المسافر الموثوق التي تم توقيعها بين البلدين في يناير 2021 موضحا أن البرنامج يعمل حاليا بشكل جيد ويستفيد من خدمته العديد من المواطنين البحرينيين وذلك بعد تسريع إصدار التصريح للمسافرين الذين حصلوا على الاعتماد المسبق حيث يأتي هذا الأمر ضمن تطوير شامل لنظام التأشيرات بين البلدين وأشار معالي إلى أن التعاون الأمني بين البلدين يشتمل على مجالات عدة من بينها الأمن السبراني انطلاقا من قناعة البلدين بأنه من بين التحديات العالمية الأكثر أهمية وبحاجة إلى جهد جماعي حقيقي للعمل على تحقيقه مضيفا أن مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان العام الماضي أسهمت في تعزيز التعاون البناء بين المركز الوطني للأمن السبراني في البحرين والوكالة الأمريكية للأمن السبراني وأمن البنية التحتية مشيرا إلى أن التقدم التكنولوجي يتطلب مزيدا من اليقظة والإجراءات الاستباقية ومواصلة العمل سويا على بناء القدرات وتبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات وتم خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون والتنسيق الأمني وبناء القدرات وفتح أفاق جديدة من التعاون الثنائي وفي هذا السياق اتفق الجانبان على تعزيز العمل المشترك في مجال التصدي للهجمات السبرانية التي تهدف إلى اختراق الأنظمة بالإضافة إلى التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطائرات المسيرة من خلال عقد دورات تدريبية تسهم في زيادة معدلات الكفاءة والجاهزية في هذا الشأن كما تم التطرق إلى عدد من الموضوعات والمستجدات الأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في حفظ الأمن وتطوير الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة هذا وقد وقع معالي وزير الداخلية ووزير الأمن الداخلي مذكرة تفاهم بين الوزارتين في إطار التعاون لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص تتضمن المساعدة المتبادلة وسعة النطاق بما في ذلك تبادل المعلومات للكشف عن قضايا الاتجار بالأشخاص والتحقيق فيها ومقاضات مرتكبيها وحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص وكذلك التعاون الفني والتدابير الوقائية بما في ذلك برامج التدريب والتعليم والندوات وورش العمل ذات الصلة بالتصدي الاتجار بالأشخاص وأكد معالي وزير الداخلية على التعاون الجهد والفعال لتنفيذ ما ورد في مذكرة التفاهم معربا عن فخره واعتزازه بموصلة وزارة الخارجية الأمريكية إدراج مملكة البحرين ضمن الفئة الأولى من حيث أفضل الدول كفاءة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص منذ عام 2018 وحتى اليوم مؤكدا عزم البحرين مواصلة البناء على ما تم إنجازه وتصميمها على التعاون الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمكافحة الاتجار بالأشخاص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر